19 محافظة عراقية تجري عملية تعداد سكاني تحت حضر شامل للتجوال فرق من وزارات عدة تتابع باستمرار بين الأزقة والأحياء العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية الأعلى في العراق تستمر وفق الإجراءات الحكومية غرفة عمليات على مستوى قضاء العظمية غرفة في قضاء العظمية بناية القضاء من الدوار الأمنية من فرق التعداد كالمعاونين والمحطات والأجلسة الأمنية بصورة عامة الاستخبارات والأمن الوطني وممثلين عن الدوار المتساعدة مع وزارة التخطيط وعلى مستوى ناحية الربيع حماتين غرفة عمليات ثانية مثل ما أثناء تواجدكم بالقرب من مديرية ناحية الربيع لمنطقة الإقريعات أدنى صارت مشاكل الحمد لله القوات الأمنية الساعدت على حل هذه المشكلة وعي المواطن حقيقة ساعدنا في تسهيل هذه المهمة ما بين موظفي التعداد السكاني وصحفيين تابعوا إجراءات الحكومة أكدوا أن أعلان العدد الحقيقي وإجراء مسح تنموي قد يدفع إلى تعزيز بعض المناطق المكتبة سكانيا بالمؤسسات الصحية والخدمية فضلا عن تعديل الواقع المعيشي للمواطن المواطن بالنسبة للمحلة اللي أنا عليها يعني فوق الممتاز هاي وحدة يتجاوبون بخصوص الأسئلة العدد المواليد يعني سهلون نشقد ما يقدرون بينما أكو بقية محلات لا والله واجهة وصعوبة بيها بتفاصيل نعرف دخل المواطن نعرف إحنا شقد نحتاج إلى مستشفيات إلى محلات المناطق السكنية يعني إحنا نلاحظ أنه إذا هاي المنطقة تحتاج مثلا بها عدد سكان كثير لحتاج إلى عيادات شعبية مستوصف أو مستشفى نتمنى من الحكومة أنه بعد هذا التعداد تقوم بخطوات إيجابية للمواطن ويندفع ملايين المواطنين نحو التعداد السكاني وإجراء مسح ميداني لأعدادهم الحقيقية فضلا عن إجراء مسح آخر لمدخولهم كإجراء آخر لتعديل سلم معيشتهم وتحقيق النسبة والتناسبة مراحمة المحمودة نيوز بغداد